طلابنا الأعزاء كثيرا ما نواجه المشكلة الآتية لدينا Fx مكتوب على الشكل التالي X ناقص 1 على X تحت الجزر X زائد 1 هذا تابع يحوي في مقامه على جزور صعب التعامل معه من ناحية العمليات الحسابية الاشتقاق التكامل كما سنرى في الدروس القادمة حتى في مجموعة التعريف صعب التعامل معه فلاحظنا أن هذا التابع وعملية قسم التابعين نسمي الأول على سبيل المثال HX والثاني GX مجموعة التعريف HX هي R ومجموعة التعريف DG هي R من الصفر إلى الزائد لنهاية لأنه في عندي جزر الجزر معرف ما داخل الجزر أكبر أو يساوي الصفر فمنه نلاحظ أن مجموعة التعريف DF هي عبارة عن مجموعة التعريف H تقاطع مجموعة التعريف G وإذا في عندي جزر تعدى بالمقام سأستثنية من مجموعة التعريف لأن القسم على الصفر لا غير ممكن حلنا مجموعة التعريف هل أستطيع التواصل من قاعدة ربط Fx إلى قاعدة ربط أسهل منه؟ إذا اتبعنا الأسلوب التالي كتبنا الـ X هي عبارة عن جزر الـ X للتربيع والواحد وواحد للتربيع جزر الـ X زائد واحد مقام بطلع حاله نلاحظ أن البص أصبح متطابقة فأصبح معي على الشكل التالي جزر الـ X زائد واحد بجزر الـ X ناقص واحد جزر الـ X زائد واحد نختصر هاي مع هاي صفي معي جزر الـ X ناقص واحد لاحظ حصلنا على قاعدة ربط بسيطة وسهلة وأيضا معرفة على نفس مجموعة التعريف التابع دي F اللي رح تطلع معنا من خلال العملية هاي فأنا بها العملية هاي حصلت حسنت أبسط شكل قاعدة ربط التابع وبنفس الخواص اللي بيتمتع فيها F رح يتمتع فيها الشكل الجديد للتابع مع سهولة في العمليات ومن هنا نستنتج العمليات الحسابية على التوابع كما عرضنا في التمهيد الدرس يحتوي على ثلاثة أهداف وهي العمليات على الدوال وتركيب الدوال ومقصور دالة عددية لنبدأ بالفقرة الأولى وهي العمليات على الدوال لدينا عدد دوال وهي دالة الجمع ودالة الفرق ودالة الضرب بعدد حقيقي وجداء دالتين وقسم الدالتين ومقلوب دالة الهدف من هذا الجدول الموضح في هذه الصورة هي إجاب قاعدة ربط كل من الدوال المعروضة وأيضا مجموعة التعريف فمثلا قاعدة ربط الجمع هي دالة الجمع تساوي مجموعة الدالات دالة الفرق تساوي فرق الدالات دالة جداء بعدد حقيقي تساوي العدد الحقيقي مضروبا بالدالة دالة الجداء تساوي جداء الدالات دالة القسمة تساوي قسمة الدالات دالة المقلوب تساوي مقلوب الدالة مجموعة التعريف تنتج عن تقاطع مجموعة التعريف الدالة الأولى مع مجموعة تعريف الدالة الثانية بشرط انه ناتج التقاطع لا يساوي المجموعة الخالية في حالة دالة القسمة يجب ان نستسني من مجموعة التعريف مجموعة الحلول التي تجعل المقام معدوما لاننا كما نعلم ان القسم على الصفر غير ممكن سنواجه هذه المشكلة في دالة القسمة ومقلوب الدالة لنتذكر دائما نزيل من مجموعة التعريف او نحذف منها القيم التي تعدم المقام لدينا التمرين الاتي عين مجموعة التعريف وقعة الرابط لكل من الدوال التالية F زائد G F نوعز G F ضرب G F على G علما ان F X تساوي 2 على X و G X تساوي 4 على X زائد 4 لنبدأ على بركة الله اول شي لنبدأ بالتابع F زائد G هذا التابع مجموعة التعريفه هي مجموعة التعريف F تقاطع مجموعة التعريف G لنرى ما هي مجموعة التعريف F مجموعة التعريف F هي R ما عدا الصفر واللي هي نفسها R نجمي ما هيك اما DG هي مجموعة تعريفها R ما عدا ناقص اربعة اي الاصفار المقام التي تعد جعل المقام معدوما ناخد التقاطع بيناتون نلاحظ انه دي مجموعة التعريف هي R ما عدا الصفر والناقص اربعة نستنتج قاعد ربط F زائد G طبعا حسب قاعدة العمليات تتوزع X على F وعلى G نصير مع F X زائد G X F X قاعدة ربط هي اتنين على X زائد اربعة على X زائد اربعة هون انتهى الحل اذا اردنا ان نكمل ونستنتج قاعدة الجمع بشكل العام نواحد المقامات وبعد التوحيد لدينا اتنين في X زائد اربعة زائد اربعة X على X في X زائد اربعة وبسيق اعطت الربط عالشكل التالي اتنين X زائد اربعة X زائد امين على X مربع زائد اربعة X اذا نكمل حلقة التمرين طبعا انا ما رح احل التمرين كله رح الجزء منه مجموعة تعريف F على G هي مجموعة تعريف عالشكل التالي D F تقاطع D G معدل الجزور التي تعدم المقام وما ان G X هو حد زائد وكسر مع مجموعة تعريف رح تبقى نفسها هي R معدل ناقص اربعة والصفر التوضيح اذلك اخذنا المجال من ناقص لنهاية اخذنا القيم معدل صفر ولون ها باللون البرتقالي هلأ باللون الاصفر رح نلون مجموعة تعريف D G اللي هي معدل ناقص اربعة لاحظوا الالوان اشتركت بكل شيء معدل ناقص اربعة والصفر لنطالع قاعدة الربط عنا F على G X هي نفسها F X على G X F X مثل ما بتاوي نشف 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 G X هو اربعة على X زائد اربعة هون انتهى الحل اذا ردنا نطالع القاعدة بشكل عام رح يطلع معي X زائد اربعة على اثنين اكس طبعا بعد الاختصار وبعد التوضيح لننتقل الى الفقرة الثانية من الدرس وهي تركيب دالتين عدديتين لدينا الدالتين F1 و F2 F1 منطلقها D ومستقرها E و F2 منطلقها W ومستقرها M سينتج عن هتين الدالتين دالة جديدة تسمى مركب الدالتين F1 و F2 ونرمزها بالشكل F2 يلي F1 هذه الدائرة هذه الدائرة الصغيرة بين F2 و F1 نقرأها يلي لكن لدينا شرط أساسي وهو أن يكون المستقر الفعلي لF1 محتوى في منطلق F2 ويكون قاعدة ربط هذه الدالة أنه مهما يكون X من D فإن F2 يلي F1 لX تساوي F2 لF X ويكون منطلق F2 يلي F1 وD إلى M يعني D منطلقها مستقرها M لحظ في هذه الصورة منطلق G إلى مستقر G الذي هو نفسه منطلق F إلى مستقر F على الصورة الآتية F G X حتى تتشكل الدالة من مجموعة تعريف G إلى مستقر F فيكون لدينا الدالة F يلي G إذن لدينا في التدريب الآتي مثال على تركيب التابعين هما F X و G X لحظ يا شباب يا طلابي الأعزاء أنه هل يطلب مني F يلي G G يلي F G يلي F يلي G يلي F طبعا مثل ما أشفنا متوين أنه التركيب التوابع هو عملية تجميعية وليست عملية تبديلية كيف نحل هذا التمرين أول شغلة تبدأ في إيجاد مجموعة التعريف يعني المنطلق والمستقر الفعلي يعني المدى منطلق F اللي هو مجموعة التعريف F هو R السبب لأنه تابع صحيح من الدرجة الثالثة وأيضا مجموعة التعريف G اللي هو منطلق G هو أيضا R لأنه تابع الجذري من المرتبة الثالثة لو كان المرتبة الثانية سيختلف سيكون مجموعة التعريف بشرط أنه ما تحت الجذر أكبر أو يساوي الصفر مستقر الفعلي لأ F شو رح يكون رح يكون أيضا R والمستقر الفعلي لج أيضا رح يكون R هو معناته تحوّن علينا صار معي ما في إشكال بين أخذ منطقة دائما رح يكون منطلق تركيب AR ومستقر R أخذ F يلي G لX حسب القاعدة رح يصير معي F صور G G إذا نصور F لG X ونعود G X هون شو عم يساوي تحت الجزر التكعيبي لX هلأ بدال بدال X في قاعدة F X رح نحط بدال القيمة هاي فتحنا قوز تكعيب بدال X مكعب رح حط تحت الجزر التكعيبي لX وهون زائد 2 الجزر التكعيبي مع التكعيب بروح بضل معي X زائد 2 وهي قاعدة ربط F يلي G نتعل لG يلي F لX بطلع معي G بين قوسين F X ويساوي اللي رح شير قيمة F X عوضة بطلع فيها بصير معي G X مكعب زائد 2 هلا بدال كل X في G X رح حوض بدال X مكعب زائد 2 هون بصير معي X مكعب زائد 2 من هون رح نشوف أنه G يلي F لا يساوي F يلي G رح أطف الثالثة ننتقل مباشرة للأخيرة F يلي G يلي F هلا هون يمكن نحل بصورتين شلون يعني ممكن أخذ الأول مع الثاني بعدين الثالث ممكن أخذ الثاني مع الثالث ثم بعدين الأول الثالثة يطلع معي نفس الصورة أنا رح أفضل بما أنا طالعت يعني هون مطالة G يلي F ومطالة F يلي G نفس الشيء ما رح تفرين معي شيء أبدا فأنا رح أخذ شكل هذا F G يلي F ل X وهيك X G يلي F طالعنا هون هاي معي رح أعوض بدل كل هذا المقدار الشكل التالي هلا بقاعة ربط F رح حط المقدار هاد فتحت قوس حطيت تكيب وهون عوضت بدل X هذا المقدار طبعا التكيب رح يروح مع الجزد دس معي X مكاب زائد 2 وفي 2 دس معي X مكاب زائد 4 لننتقل إلى الفقرة الثالثة من الدرس وهي مقصور دال عددية لتكون لدينا دال F منطلقها D مستقرها R نقول عن الدال F1 أنها مقصور للدال F على المجموعة D1 إذا كانت D1 محتوات في D أي مجموعة تعريف F1 موجودة ومحتوات في مجموعة تعريف الدال الأصلية هذا الشرط الأول الشرط الثاني أنه مهما يكون X من D1 فإن صورة F1 X تساوي صورة الدال الأصلية كما نلاحظ ما العلاقة بين الخط البياني للدال العددية والخط البياني المقصور لها على مجموعة مفروضة عنا F X و X مربع نلاحظ أنه المجال من ناقص 1 إلى ال 2 هذا الجزء من الدال الذي يمسل الخط البياني ل F1 سنسميه مقصور الدال F أما F2 من ناقص 1 حتى اللا نهاية هو الجزء هذا لعند اللا نهاية فإذن مقصور الدال هو جزء من الخط البياني للدال على مجال معين موجود في مجموعة تعريف الدال الأصلية لدينا هذا التابع اللي هو X مربع نقص 4 على X زائد 2 المعرف على R مع هذا النقص هل F مقصور لجزء لجزء على D F ما هو G حيث G X يساوي X ناقص 2 لنبدأ ونشوف شو رح يطلع معنا حتى يتحقق المقصور لازم يكون عنا شرطين أنه D F لازم يكون محتوات في D G وعنا D G معرف على R إذن نلاحظ أن D F اللي هي R فرق من ناقص 2 موجودة ضمن R الشرط الأول محقق الشرط الثاني هل قاعدة ربط F X تساوي قاعدة ربط G X لنبدأ من F X ونختصر ها حسب العلاقات الجبرية لدينا مطابقة من فكة بطلع معي X زائد 2 في X 2 ناقص 2 على X زائد 2 نختصر القوس مع المقام بصفي معي X ناقص 2 وهي قاعدة ربط G X إذن الشرط الثاني محقق إذن F هو مقصور G على D F أو على R فرق من ناقص 2 مقاعدة